حذر علماء من أن الغابات والصحارة والأنظمة الحيوية الأساسية للعالم قد تتعرض لتحول هائل خلال القرن المقبل بسبب التغير المناخي تريليون ونصف دولار من الأصول العالمية تبخرت بسبب التغير المناخي الذي يضرب كوكب الأرض ويتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 24 تريليون دولار في أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي في تاريخه حتى بات التغير المناخي يشكل هاجساً يؤرق صانعي القرار حول العالم وخلال القرن المقبل ستتوسع رقعة هذه التغيرات إلى السهول العشبية والصحارة مؤثرة على الأنظمة الحيوية ومهددة الحيوانات والنبات في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً وفق ما جاء في الدراسة التي نشرتها مجلة ساينس الدراسة قالت أنه في حال بقيت تغير المناخي خارج السيطرة سيكون مظهر النبات مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم ما يشكل خطراً هائلاً على التنوع في العالم ويرى العلماء أن أعمالهم التي أجريت بالاستناد إلى بيانات مأخوذة من نحو 600 موقع هي الأشمل حتى الآن في هذا المجال وقد شملت كل القرات ورصدت التغيرات الكبرى على ارتفاع متوسط وعال في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب أمريكا الجنوبية وهي مناطق مكسوة بالجليد ارتفعت الحرارة فيها أكثر من غيرها مع تطور المناخ ويفيد العلماء أنه في حال لم تتجاوز انبعاثات الغاز المسببة لمفعول الدفيء السقف المحدد في اتفاق فاريس عام 2015 سيكون احتمال أن يتغير الغطاء النباتي على نطاق واسع دون نسبة الأربعين في المائة لكن في حال لم تبذل أي جهود سيزيد الاحتمال عن ستين في المائة ولن يطال التغير الغابات فحسب إنما أيضا دورة تشكل المياه